البرنامج مكون من ثلاث أقسام حروف وكلمات وأصوات كل قسم مكون من جزئين جزء تعليمي وجزء ترفيئي فبالنسبة للحروف الجزء التعليمي الحرف يظهر بشكل واضح والكلمة التي تمثل الحرف طبعاً لو طفل كان أكبر في السن ممكن يلاحظ أن كلمة أسد مكتوب على السحابة إذا كان صغير في السن سيتجاهل الرسمة ويفتكر أنها حركة ضريفة فقط لغيرها بطة تنفاح حروف في القسم الترفيهي المفروض نتأكد أن الطفل يعرف المعلومة صح نوريره الحرف لكن على شكل نقاط والطفل يحاول يرسم الحرف بنفسه طبعاً عندما أدوس على العينة قدر أشوف هو عمل إيه ممكن يتمسك حول أجيب حرب تاني ممكن يستخدم ألوان كتير طبعاً الأطفال الأصغر في السن ممكن يستخدموا البرنامج في أنه يبقى ساحة رسم لهم ممكن يحاولوا يرسموا حاجات جميلة بأيديهم كلمات بالنسبة للكلمات فهي برضو مكونة من جزئين جزء تعليمي وجزء طرفيه أو لعب متأكد أنه يعرف المعلومة بشكل صحيح توت أسود توت أسود برتقال جرادة كيوي باب طبعاً البرنامج بيحتوي على عدد كبير جداً من الكلمات نخلة في الشاشة دي يقدر الطفل يتعرف على الشكل ويقدر يتعرف على نطق الكلمة لو كان هو تغير ويقدر يتعرف على حروف الكلمة لو كان هو تجيب كلمات كلمات القسم دوت اللي هو القسم الترفيه للطفل اللي في لعب نقدر نتأكد إذا كان فعلاً قدر يتعلم الكلمات أو لا القسم ممكن أن يصلح برنامج في حد ذاته مجزول في مكهود تجيب جداً في أربع أقسام، حيوانات، نبات، جماد، منوع بيجمع ثلاث حاجات خلينا نختبر الحيوانات في عندنا ثلاث مستويات في المستوى الأول بيكون الحرف تحت الكلمة والكلمة بينها في المستوى الثاني بتكون في علامة تستفهام نون ح لام ت مربوطة نون ح لام مربوطة نحلة لو الكلمة ليها فوت ودافع على الشكل بتاع الكلمة هتعمل الفوت بتاعها وممكن طبعاً نحلة ينطق الكلمة ذا المستوى الأول كذلك المستوى الأخير اللي هو بيمثل تحدي فعلاً حتى للكبار الحروف متلخبطة ومش بين مكانها فين فطبعاً صعب جداً ألف واو طا طا واو سين طا ألف واو سين طا وو كما نرى بمرشل تحدي كبير حتى الولي الأمر طا بالنسبة للأصوات أصوات طا 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 طا